يا محامي ساكت ليه هاي لعبونا بالكرنيت تصاعدت أزمة شروط القيد في نقابة المحامين بسبب تضارب المواقف والتصريحات بين مجلس النقابة العامة برئاسة سامة عشور ونقباء النقابات الفرعية بالمحافظات الذين أعلن بعضهم تنفيذ الحكم النهائية الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الشروط التي وضعتها النقابة لتجديد القيد في جدول المشتغلين بالنقابة للعام الجاري وهي الشروط التي تلزم المحامين بتقديم توكيلات عن دعاوى قضائية قائمة وغيرها من الأدلة التي تفيد بممارسة المهنة في إطار خطة أعلنها مجلس النقابة العامة تهدف إلى تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين كل محامي درب حد لازم تطلع على شهادة بما يفيد تدريبه لكن ما دربش حد وطلع على شهادة يبقى بارتكب حق خطيئة كبرى في حق نفسه وفي حق جملاء المحامين وفي حق نقابته عدد كبير من المحامين طعنوا على هذه الشروط أمام محكمة القضاء الإداري وبالفعل أصدرت المحكمة حكما بوقف تنفيذ الشروط وبطلانها لمخالفتها قانون المحامة لكن مجلس النقابة امتنع عن تنفيذ الحكم وطعن عليه واستمر في تنفيذ الشروط معللا ذلك بانتظار صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا وعندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى رفضت النقابة العامة التنفيذ أيضا وعلنت عن عزمها إحالة القضية إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة بسبب وجود حكمين قالت النقابة إنهم اعتمد على مبدأين متناقدين الأول في مارس الماضي والثاني في نوفمبر الماضي وخلال تلك الأثناء التزم بعض نقاباء الفرايات بقرار النقابة في الالتزام بالشروط الجديدة فيما توقف البعض الآخر عن تنفيذها احتراما للحكم القضائي ومن بينهم محب المكاوي نقيب محامي شمال الدقهلية الذي أعلن فتح باب تجديد الاشتراكات تنفيذا للحكم القضائي الأمر الذي دفع النقيب سام عشور لإصدار قرار بأحالته للتحقيق لمخالفته موقف مجلس النقابة العامة على السادة المحامين الزملاء وعلى السادة الأعضاء النقابة العامة أن يراجعوا قانون محاما سنتعرف من خلال قانون محاما على مسألة هامة جدا أن قرارات النقابة العامة والنقيب العام تحديدا بشأن الشروط والقيود الجديدة للقيد للاشتراك باطلة وولدت باطلة وأمام تلك الحالة من الارتباك والتباين في المواقف من نقابة إلى أخرى تظهر مئات المتضررين أمام النقابة العامة السبت الماضي في محاولة لإجبار النقابة على احترام الأحكام القضائية خاصة أن المحامين هم القضاء الواقف والضلع الثالث في ساحة العدالة فما هدف النقابة من وضع تلك الشروط؟ ولماذا ترفض تنفيذ أحكام القضاء؟ وفي المقابل لماذا يرفض بعض المحامين الشروط طالما أنها تهدف إلى تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمهنة تساؤلاتهم ربما تتأخر الإجابة عنها قليلا